السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح أربع طرق لإظهار زر الحافظة في لوحة المفاتيح في الهاتف فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة في البداية لازم تروحون على أي محادثة عندكم فبعد كذا الطريقة الأولى تكتبون أي شيء في المحادثة نفترض مثلا هذه الرسالة الآن بعد كذا تسوون نسخ للرسالة فالآن يا شباب لما تسوون نسخ للرسالة اللي نسختوها راح تظهر عندكم أيقونة الحافظة تضغطون عليها وكذا راح تظهر معكم الحافظة ورح يظهر معكم الأشياء اللي نسختوها بشكل سابق الطريقة الثانية يا شباب جدا بسيطة إذا كانت الحافظة موجودة عندكم بهذه القائمة تضغطون على هذه الثلاث نقاط لعليسار وراح تحصلون الحافظة بهذا المكان لو تلاحظون ظهرت معنا هنا فقط تسحبونا بهذه الطريقة وتحطونا بهذا المكان فرح تكون موجودة عندكم على طول هنا وتقدرون تضغطونا عليها بشكل مباشر أما يا شباب إذا ما ظهرت معكم هذه القائمة وما ظهرت معكم الحافظة فخلونا ننتقل على الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة يا شباب جدا بسيطة تروحون على أيقونة الضبط أو العددات عندكم بالجهاز بعدين تنزلون تحت رح تحصلون الإدارة العامة تضغطون عليها بعد كده تروحون على اللغة والإدخال فمن هنا تضغطون على لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة هذا الخيار بعدين تضغطون على أول خيار وهو لوحة مفاتيح سامسونج فمن هنا تنزلون رح تحصلوا عندكم الاسلوب والتخطيط تضغطون عليه فهذا الخيار الأول يا شباب لازم يكون شغال عندكم ومفعل عشان يظهر معاكم زر الحافظة أما يا شباب إذا باقي ما نحلت معاكم مشكلة وما ظهر معاكم زر الحافظة فخلونا ننتقل على الطريق الرابع الطريق الرابع يا شباب تروحون على جوجل بلاي وتبحثون عن هذا البرنامج اللي هو لوحة مفاتيح جوجل وبعد كده تثبتون هذا البرنامج وبعد ما تفتحون البرنامج تضغطون على تفعيل أسلوب الادخال وهنا تفعلون هذا التطبيق وبعدين تسوون تحديد أسلوب الادخال وتحددون لوحة المفاتيح هذه وبعد كده تضغطون تم فالآن إن شاءوا لو ترجعون مرة ثانية على المحادثة لو تلاحظون تغير معانا الكيبورد وظهر معانا الكيبورد الخاص بجوجل فهذا الكيبورد يظهر معانا في النصر اللي هو زر الحافظة تضغطون عليه وتضغطون على تفعيل الحافظة وكذا الآن بكل سهولة تفعلت معانا الحافظة فهذا كان الطلق بكل اختصار لا تنسون يا شباب دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة